والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة كنوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز من كنوز أسئلة الصحابة سؤال طويل سألوا أحد الناس اللي جاي يسلم على إيد النبي عليه الصلاة والسلام وبسبب استقبال النبي لي وصبر عليه دخل في الإسلام السؤال كان طويل جدا وبطريقة كمان استغربها الصحابة سيدنا أنس بن ملك بيقول بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ دخل رجل على جمل فأناخه على باب المسجد ثم عقله ربطوا يعني ثم دخل فقال أيكم محمد فقلنا ذاك الرجل الأبيض المتكئ فدخل واسمحوا لي أرى لكم لأنه سؤال طويل أوي فدخل فقال أنت محمد ابن عبد المطلب فقال صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك أنا هسألك وهشد في السؤال شوية فما تزعلش مني فقال صلى الله عليه وسلم سل عما بدى لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك آه الله أرسلك للناس كلهم فقال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال ناشدتك بالله آه الله أمرك أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم فقال ناشدتك بربك آه الله أمرك أن نصوم شهرا من السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم فقال أنشدك بالله آه الله أمرك أن تأخذ الصدقة يعني الزكاة من أغنيائنا فتردها إلى فقرائنا فقال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من وراء قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر دا كان سؤال الراجل النبي ما كانش يعرف مين اللي بيسأله صلى الله عليه وآله وسلم أربع كنوز الكنز الأولاني أيكم محمد إذا هو النبي عليه الصلاة والسلام مش قاعدهم قاعدهم تحت رجليه خالص بسيط عليه الصلاة والسلام أيكم محمد وكان النبي يجلس صلى الله عليه وسلم حيث انتهى به المجلس حتى الفضل يقعد فيها فقالوا ذاك الرجل الأبيض المتكئ فدخل فبيسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وخد بالك أن الكنز التاني بقى هنا في الموضوع صبر النبي على سؤال المتردد خطوة كبيرة مش سهلة دا هيغير عقدته فبيقول له أنا هسألك وهشد في السؤال شوية فما تزعلش مني قال له سال عما بدى لك فبدأ يسأله حتى طريقته مكررة حلفتك بالله اللي تقول ناشدتك بربك آه الله أرسلك اللهم نعم اللهم نعم اللهم نعم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام تعلم هذا الأدب تعلمها من الأدب الرباني في صبر ربنا على سيدنا موسى في كثرة أسئلته ورايح لخطوة زي خطوة فرعون وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون خلي معايا ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهب إنا معكم مستمعون تقلقش أنا جنبك ومعاك وأريب منك بعيدا عن ربنا وعن سيدنا موسى تخيل لو أنا مدير كبير وعندي خبرة وباعت موظف يعمل حاجة قال لي بس أنا خايف من واحد اتنين تلاتة فأنا ممكن أقول له مثلا ما بفهمش مثلا ما نبعتك وفاهم كويس أنا طالب منك إيه اسمع الكلام بقولك خطوة كبيرة سيدنا محمد كان صابر فيها على أسئلته والكنز التاني اللي بعد كده خدت بالك إن سيدنا محمد ما كانش يعرف مين ده ده طلع رئيس قبيلة فيها آلاف بعتينه للنبي والنبي بيسمعه ولا يفرق ما بين العظيم رئيس القبيلة وما بين البسيط نبي ما يعرفوش أصلا ساعات الواحد بيبقى متواضع وكله آذان صاغية لما يكون بيكلم واحد عظيم أو غني أو كبير ويبقى خلق ديق مع الناس البسطاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فضل سامع واحد ما يعرفوش هم عمال يقول له حلفتك بالله حلفتك بالله ويسأله يمكن عشر أو اتنشر سطر كلها أسئلة وشبه بعض سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل العربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى بيعلمنا صلى الله عليه وسلم ترك الطبقية والعنصرية الطبقية آخر كنز خدت بالك من أدب ضمام بن فعلبة وهو بيقول له أنا هسألك وهشد في المسألة فمن فضلك ما تتضيقش مني أدب من آداب الحديث إنك إنت لو في حاجة شغلة بالك أو مجدود أو في سؤال عايز تعرفه وعندك شغف لي والسؤال ده ممكن يكون في شيء خصوصي وإنت بتسأل اللي قدامك استأذنه الأول عشان تهيأ مشاعر اللي قدامك ما يبقاش دفاعي أو مدائي أو مصدوم في طريقة كلامك أو مستغرب من طريقتك لو أنت مجدود شوية وده من الإحسان في الحوار ومن وصية ربنا وقوله للناس حسنا دي كانت الكنوز الأربعة في سؤال ضمام بن فعلبة لسيدنا رسول الله